كيف يكون الحسين صلوات الله وسلامه عليه وسيلة لنا إلى الله وسيلة لنا للوجاهة عند الله في الدنيا والآخر هذا متقوم بثلاثة عوامل كل ما نسبة هذه العوامل تزيد وجاهتنا عند الله في الدنيا والآخر تزيد أكثر العامل الأول يرتبط بالقلب وهو المودة والمحب العامل الثاني يرتبط بالعقل وهو الاعتقاد والمعرفة العامل الثالث يرتبط بالعمل وهذا العامل هو التفاني والتضحي المودة والمحبة أولا والاعتقاد والمعرفة ثانيا والتفاني والتضحي ثالثا وبعبارة مختصرة حجم الرابطة مع الإمام الحسين ومع أهل البيت كلما الرابطة تكون أكثر القرب إلى الله المقام عند الله يكون أكثر